اشتركوا في القناة كيف تقوم بربط البطاقة الخاصة بالانترنت على البيبال وكما وضحت في الجزء الاول كيف تنشئ حسب في البنك وايضا مميزات البطاقة ومصاريفها وكيف تقوم بربطها في البيبال ولكن هناك العديد من يتساءل طريقة الربط يعني تقوم بربط البطاقة مع البيبال يعني الان سأقوم بشرحة الخطوة بشكل مباشر لكي يفهم الجميع فاصل ونواصل كما قلنا فالبطاقة التي سنقوم بربطها مع البيبال او في البيبال يجب ان تكون بطاقة عالمية وخاصة بالانترنت لكي تقوم بشراء بها على المواقع العالمية والمعروفة بدون اي مشاكل فيمكنك الرجوع الى الجزء الاول في الرابط في الوصف يعني في الديسكريبشن ستجد الجزء الاول اذا نبدأ على بركة الله اذا كل ما عليك هو انه يجب ان يكون لديك كونت بايبال ففي الفيديو السابق شرحت كيفية تسجيل في البيبال شرح مباشر فعندما ستتسجل في بايبال نقوم بالدخول الان اليه هذا هو الحساب الخاص بي فانت ستظهر معك هنا confirm my card bunker انا لم تظهر معي لاني قمت بادخالها من قبل فانت سوف تظهر معك هنا وتقوم بالضغط عليها وعندما ستقوم بالضغط عليها سوف يعني صفتان بتقلك صفه وتقوم مباشرة بالضغط علي configuring vote count بعدها سيعطك هذه الصفه كما سوف نشاهد نعم بعد ان تعطك هذه الصفه ماذا ستقوم؟ ستقوم بادخال هنا الاسم الخاص بك ثم هنا تختار card mastercard كما اننا شرحنا كيفية الحصول على بطاقة mastercard عن طرق البنك الشعبي هنا نقوم بادخال code 16 هذا هو هذه الاكود سنقوم بادخالها الان كما ترى هذه الاكود التي سوف نقوم بادخالها الان تعطيق بعد ادخال الاكود هنا تاريخ الانتهاء هذه البطاقة هي موجودة هنا كما تشاهد تاريخ الانتهاء البطاقة سنقوم بإدخالها هنا ثم هنا ستقوم بإدخال هذا الكود الأخير سنقوم بإدخاله كما هي متواجدة في هذه الصورة فهي عبارة عن ثلاث أرقام فقط نقوم بإدخالها نعم بعد إدخال هذه المعلومات يجب أن تكون صحيحة نقوم هنا بالضغط على ملاحظة فهذه الطريقة التي قمت بشافها فهي تنطبق على جميع البطاقات الأخرى وملاحظة أخرى عند ربط البطاقة يجب أن يكون في حسابك يعني في بطاقتك على الأقل ثلاثة دولار لماذا؟ لكي يتم اقتطاع فيها واحد فاصلة خمسة وتسعون دولار سيقوم باقتطاع واحد فاصلة خمسة وتسعون وستتم استرجاعها في غضون ثلاثة أيام أو أربعة لا أتذكر جيدا فمهم أيام قليلة فقط سيتم استرجاع لك المال الذي قام باقتطاعه وهو واحد فاصلة خمسة وتسعون دولار فأنت عندما استقوم بإدخال معلومات البطاقة لم تُعطك هذه الصفحة سوف تُعطك صفحة أخرى وهي هذه لم تُعطني هذه الصفحة لماذا؟ بكل بساطة لأنني قمت بتفعيل وهذا لم يُعطيني هذه الصفحة لأنني قمت بإدخالها من قبل فهذا سيُعطك هذه الصفحة من أين ستقوم بأخذ هذه الكود الكود يبتدئ من نجمة واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا يكون الكود هنا يكون الكود ثم بالحروف كود هذه الأرقام ستأخذها من الشركة الشركة المصنعة تلك هذه البطاقة أنا قمت بأخذ هذه البطاقة في البنك الشعبي إذن سأذهب إلى البنك الشعبي هنا الموقع الخاص به الشعبين بعدها هنا ستقوم بإدخال نيميرا كونت هذا الرقم سيعطيه لك البنك عندما ستقوم بفتح حساب سيعطيه لك هذا الرقم وأيضا سيعطيه لك كلمة السر كلمة السر إذا كنت تريد أن تقوم بتغييرها فيمكنك تغييرها فقط تقوم هنا بالتقط على مدبس ثم هنا تقوم بالتقط على وبعدها نقوم بالدخل إلى كارت ثم ثم وضع هنا على ما ثم نقوم بالتقط على بعدها كما ترى هذا هو الكود تقوم فقط بوضع السم هنا وسيعطيك الكود هذا الكود ستقوم بإدخاله في بايببال يعني استقوم بإدخاله هنا فمبروك فأنت الآن قمت بتفعيل بايببال ويمكنك الآن الشراء ما تريده في المواقع العالمية والمعروفة كارتيني ديل إيباي وأيضا وضع إعلانات الخاصة بالفيسبوك وعامة أيضا وضع إعلانات في المواقع التوصل الاجتماعي عامة وقبل أن أنسى شيء مهم مهم جدا هو أنك عندما استقوم بربط بحساب الخاص بك في الأول يعني استقوم بإعطاء المعلومات لا يجب أن تكون البطاقة مشغلة يعني قمت بوضع لها تشغيل يعني استقوم بوضع تشغيل هنا في الموقع نقوم بالضغط هنا على كارت ثم ماي كارت ثم سأقوم هنا بالضغط على لاي كارت وهكذا وهنا أنا الآن أكتيفي يعني قمت بإدخال معلومات نجحة مع الأمر سأقوم بوضع ديزاكتيفي هكذا أوكي ديزاكتي أما إذا كان ديزاكتي بها كده وقمت بإدخال المعلومات في البيبار لم يقبلها البيبار يقول لك أن البطاقة غير شغلة يعني يجيب عليك أن تقوم بتشغيلها في البنك يعني في الحساب الخاص بك أو في الشعبين وفي الأخير يعني أتمنى أن يعني وضحت لكم الطريقة أو أي استفسار أو أي تعليق أو أي مشكل لا تستردد في طرح المشكلة الخاصة بك ولا تنسى أيضا إعجاب سبحانه عليك كي يسبق لي لا تستردد كل جديد لنا الفيديوهات ولماذا تشترك قناتنا على اليوتيوب لا تستردد كل جديد السلام عليكم ورحمة الله الله يسح الله وبركاته